قضاء الدوايا بمحافظة ذيقار منطقة كانت عامرة تعج بالساكنين حتى وقت قريب إلى أن طلتها وساكنيها أياد الإهمال الحكومي بتجاهل المطالب الملحة لها للحصول على ما يكفيها من المياه من أجل استمرار الحياة خلال أربع سنوات بدأت أنه شحت المياه لقضاء الدوايا وبالأحرى الجزيرة لأنها تنتاز بالزراعة وكثرة الأراضي وقاعد تهاجر الناس والفلاحين من أراضيهم ويمكن سبب الهجرة هي المياه والسبعين بالمئة الهجرة ولحد هذه اللحظة بن سعيد يفتقدون المياه أبناء عشيرة بن سعيد في قضاء الدوايا كانوا ضحية هذا التقصير الحكومي الذي تمثل بغياب متطلبات الحياة الأساسية والخدمات عن المنطقة ونزحوا بعيدا وهجروا المنطقة التي ترعرع فيها ونشأوا قاصدين محافظة أخرى ناشدين ما باتوا يفتقدونه وعلى رأسه المياه أساس الحياة وسرها الماء سر الحياة ونعمة الحياة وعندما يعدم الماء تعدم الحياة هذه المنطقة وهذه القرية هي أحد قرى قبيلة بن سعيد القاطن في قضاء الدوايا والتي تعاني من شح المياه الممنهج ممنهج وأعني بكلمة ممنهج يعني عند نداءاتنا وصيحاتنا للمسؤولين النائمين لم يلبوا طلباتنا وعلى الرغم من اشتهار المنطقة بالزراع إلا أن السياسات الحكومية الخاطئة دفعتهم لترك أراضيهم الزراعية وهجر منازلهم باحثين عن حياة جديدة في مكان آخر في القضاء مال الدوايا في هذا الشهر 190 عائلة انزحت إلى البصرة ولكربلة فالذنب اللي سووا بن سعيد شنهو ناس الحلال تدمر زراعة ماكو أي ناس معيشة هويا مطالب من أين المسؤول حسرات من بقوا هنا في قضاء الدوايا كبيرة وآهاتهم أصواتها المعاتبة تبكي حجر وتراب المنطقة التي أصبحت كصحراء قاحلة مهجورة أنا بغربة وعلي الشمس غابات ترض وحشة وحس القاع كل هذا بقفاي الناس غابات وخلوا بالظهر طعنات بيه والله مع كل الأسف من ننظر ديارهنة من ننظر عربنا الهاجرات هموم وقهر وإلى أن تستفيق الجهات والسلطات الحكومية المسؤولة عن تصحر الكثير من المناطق في العراق وموت عناصر الحياة فيها يبقى الرهان كبيرا على العراقيين الذين كانت تمسك بالأرض العنوان العريض لحضارتهم ترجمة نانسي قنقر